نظمت مؤسسة حياة كريمة إفطاراً لألف صائم من أهالي حي الأسمرات وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسعادة بهدف نشر البهجة والسعادة بين المواطنين كما نظمت حياة كريمة عدداً من الفقرات الثقافية والفنية إلى جانب إعداد فقرات توعوية دينية وتوزيع الهدايا على المواطنين قوافل السعادة تواصل مسيرتها في مختلف أنحاء الجمهورية وصولاً لحي الأسمرات هذه القوافل التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسعادة بهدف نشر البهجة والسعادة بين المواطنين الفكرة جات لنا أننا نحن نكون متواجدين مع أهلنا في قرى حياة كريمة وأيضاً المناطق المطورة ولكن بشكل مختلف عن كل سنة فقررنا أننا نعمل قافلة متنقلة وسمناها قافلة السعادة بتجوب المحافظة أو بتجوب القرية أو المركز اللي نحن موجودين فيه بتعمل توعية بشكل ترفيه للأطفال والكبار وكمان بتقدم بعض الهدايا للأطفال واللي حرصنا فيها أيضاً أنها تبقى هدايا تعليمية بتساعد على تنمية القدرات العقلية وتنمية الزكاء لدى الأطفال بنتحرك بالقافلة داخل حي الأصمرات في مناطق بنقف وبنقدم توعية للناس بنقدم هدايا للناس الموجودة بنحاول نفرح الناس لأهلنا في المؤطة وننشر البهجة عموماً وبرضو من خلال تقديم توعية للناس سندوق مكافحة المخدرات معنا في كل النقط ويقدموا هدايا وتوعية مؤسسة حياة كريمة نظمت إفطاراً جماعياً بحضور ألف صائم من أهالي الأصمرات إلى جانب تنظيم عدد من الفقرات الثقافية والفنية بالإضافة إلى أعداد فقرات توعية دينية وتوزيع الهدايا على المواطنين احنا الحمد لله بقلنا أكثر من ثلاث سنين في حي الأصمرات مشروع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيشتغل على كذا شقي وقائي وعلاجي ورش الأطفال وندوات أسرية ودوريات رياضية وكمان خدمات علاج الإدمان اللي بتقدم بشكل يومي في عيادة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في حي الأصمرات في شهر رمضان بيبقى تعمل أنشطة مختلفة لأن رمضان دايماً شهر اللي بيجمع الناس كلها شهر البهجة شهر الرحمة فإنه يبقى فيه قوافل للسعادة وتتوجه لمناطق كثير ويبقى فيها أنشطة ويبقى فيها إفطار جماعي ده بيتماشى مع رؤية الكلاد السياسية في تنمية الأسرة المصرية في كل وقت دايماً لما تشعر الأطفال بتحس الأطفال بشكل مختلف فرحان جداً بالأنشطة اللي بتتم فرحان جداً باليوم والتجمع دوة ده أكيد ده طبعاً مش بيحصل على طول يعني فده من ضمن الحاجات اللي احنا بنبحرسين نحن نشارك فيها تنمية الإنسان بالتكافل الرحيم هدف أساسي لمؤسسة حياة كريمة وذلك عن طريق تقديم الدعم والمساندة للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجاً في محافظات وقرى مصر جرمين إبراهيم التلفزيون المصري